السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مساء الخير أينما كنتم حيثما كنتم إن شاء الله نبدأ معكم لقاء اليوم بعد انقطاع طويل خاصة بعد زيارتي للأردن ولتركيا والاستغرقت حوالي اسبعين ونص سبعتاشر يوم أو تمنتاشر يوم تقريبا ورجوع يوم الأحد الماضي بعد حدوث الزلزال في سوريا شمال الغربي لسوريا وكذلك اللي هو تركيا في 11 ولاية تركيا الحلقة بتاعت النهاردة اللي أنا بكلم عنها أو اللقاء النهاردة اللي أنا بكلم عنه هو جزءين الجزء الأول هنتكلم فيه عن الزلزال وآثار المدمرة بدون تفصيل واضح والجزء الثاني هنتكلم فيه على كشف الحساب كشف الحساب فبالنسبة مش بس الشرايح وطبعا عندي على الزوم فيه عرض للشرايح ومعاكم انتو على الفيسبوك هتكلم مباشرة المقدمة عن الزلزال الزلزال ده يعتبر هو كارثة القرن الواحد وعشرين وده بذكرني بالسنامي اللي حصل في الكريسماس أو ألفين واربعة أو آخر ألفين واربعة أو ألفين وخمسة واللي راح ضحيته في باندا أتشي في أندونيسيا قرابة ربع مليون نسمة اتلعت الميا الموجة وسحبت البيوت وسحبت الأفراد إلى المحيط في ثواني ده في أندونيسيا عند الضحايا الثنامي في سيرلانكا كان مبنى ربعين لخمسين ألف مش فاكر زخم بالصف فلما أنا زرت أسيرلانكا بعد أندونيسيا فبيقولي يشوف الدمار وأنا جايب من أندونيسيا أنا جايب من باندا أتشي فبالتالي إحنا بنتكلم عن إيه بنتكلم عن هذا منذ عشرين سنة تقريبا النهاردة النكبة أو الفاجعة اللي حصلت في سوريا شمال الغرب السوري وكذلك في تركيا لا توصف خاصة في تركيا المنطقة المصابة يعني تساوي خمسمائة كمم ربع في الداخل لكن تشمل حوالي ألف كمم ربع عدد متأثرين فيها ما لا يقل عن عشرين مليون ناس أنا زرت أنتاكيا وعادت فيها نصف يوم تقريبا اللي هي في هاتاي اللي تعتبر اللي هي حصل فيها زنزال آخر منذ يومين وحرع الناس إلى الخارج البيوت إلى آخرين ومات يمكن أكثر من مائة شخص في المنطقة دي في الززال الثاني وضرب سوريا في الداخل أنا بسميها القيامة الصغرى من الشوارع المسدودة بالركام ومن المباني المدمرة عن بكرة أبيها وكأنها إما قنبلة زرية أو ناية الحرب العالمية التانية في المنطقة في تركيا عدد الضحايا دلوقتي الشهداء في تركيا لا يقل عن حوالي خمسة واربعين قد يصل لخمسين ألف وفي سوريا مش معروف العدد الكبير لأنه ما فيش حكومة قوية ستستطيع أن تحدد عدد الخسائر من الأرواح والمباني إلى آخر والبنية التحتية لكن هذه الأعداد قد تصل إلى ما لا يقل عن مئة ألف شهيد في تركيا وفي سوريا والعياذ بالله لكن هم شهداء عند ربهم يرزقون لحنا شفناها بذكرنا بشيء واحد بأن الحياة تبدأ بثانية وتستمر لثانية وتنتهي في ثانية كل اللي حصل ده خد من ربنا 57 ثانية 57 ثانية فقط يعني نحن نتكلم عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى قدرة الخالق سبحانه وتعالى لكي نتعز وإحنا في القرن الواحد والعشرين بما أتينا من علم وأتينا من تكنولوجيا ما أتينا من كل هذه الأشياء وأتينا من صحة وجاء وسلطان كل ده لا شيء حينما يقدر الله لنا شيئا غير الذي نقدره لأنفسنا ربنا يرحمهم جميعا إن شاء الله وهم شهداء عند ربهم يرزقون ده المدخل لأنني ما أقدرش أعدي على مدينة أنطاكيا وأعد فيها هذا الوقت ولا أتأثر وأتمالك أعصابي وأخرج عشان أعمل نتيجة زيارة الأنطاكيا هو المحاضرة بتاعت اليوم أو الكلمة بتاعت اليوم أو اللقاء بتاعت اليوم خلينا من سماش محاضرة أنا بس أكلمكم ليه؟ لأنه لابد أن نخرج من هذه الأزمات النفسية التي تضغط على النفس والروح بالإحباط والموت والقتل ورائحة القتل ورائحة آثار الدمار إلى أن نعمل شيء نعمل شيء نعمل شيء في المقدمة أنا كلمتي كانت مبرمجة على أننا في تسع نقاط أو تمن نقاط الأولى ننتهز الفرصة سانحة وأنا بكلم الشباب علينا أن ننتهز أي فرصة سانحة التانية تعريف الهدر التالتة ما معنى الشفافية الإسلامية والصدقة المعلنة والصدقة المغفية الرابعة هل إحنا يجوز لنا نأخذ رواتب الخمسة فعاليات وأنشطة حصلت في الفترة دي كلها السادسة زيارة المنطقة التاكية وانتكلمت عنها السبعة قدرات والمقدرات الشخص نفسه والمؤسسات التمنى التوفيق والدعاء التسعى اللي هو رسالتي إلى الشباب لما أنتم ممكن تسأله سؤال يا شباب ليه أنا بسميها كشف حساب لأن أي شخصية عامة تعمل في المجتمع سواء كان في عمل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو تجاري أو تربوي أو تعليمي لابد أن تكون مساءلة مساءلة يومية في الثانية واللحظة والدقيقة والساعة وده مستوى الشفافية لأي شخصية عامة إذا عرضت نفسك أو عرضت نفسك لأن تكون شخصية عامة فعليك أن تقدم كشف حساب وعليقي أن تقدمي كشف حساب ده المدخل بتاع الكلمة اللي أنا بتكلم عنها اليوم يعني إينا انتهت فرص الفكرة بدأت إزاي قبل الزلزال كنت ما شارف براير ده أنا كان عندي زيارة للداخل السوري مرتبها مع مؤسسة لغاية الإسلامية كان عندي محاضرة في مؤتمر في اسطنبول يوم 11 في مؤتمر في اسطنبول فبراير وكان عندي محاضرة على الزوم عن الزكاة مع منتدر فكر عربي في الأردن فلما وجدت نفسي في المنطقة فكرت قلت طيب ما رمي ليه ما رح شده الأردن وكلم أصدقائي هناك بدلا ما تبقى المحاضرة على الزوم تبقى المحاضرة على إيه محضوريا مع المؤسسة فرحبت المؤسسة وبعدين فيما بعد ذلك عملت برنامج أيضا هناك عشان أعمل محاضرة واثنين وتلاتة مع الهلال الأحمر الأردني والزيارة لمكاتب الإغاثة الإسلامية وحنا دينا منتدر فكر عربي ثم الهلال الأحمر الأردني ثم الإغاثة الإسلامية علشان ننتقل ننتهز فرصة أنت في المنطقة وعندك أصدقاء وعندك معارف وعندك علاقات وعندك كذا وكذا 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 لله دي كانت الفكرة فبدأت الفكرة تتنفذ فضل الله سبحانه وتعالى وتحولت الزيارة المحاضرات في الأردن من محاضرة إلى تلات محاضرات ومن لقاء لأربع لقاءات مع عمال الإغاثة في أربع مدن ومن زيارة مش مدنة عمان بس لكن عمان والرمثة وقربد والمرفق والزعتري شفتوا قديه وأنت يا شباب لابد أنتم في المنطقة دي كلها قبل ما يحصل وبعد ما يحصل أي شيء في التغير الاستراتيجي ترحلتك تفكر إزاي تدعى البديل خاصة أنت وصلت للمنطقة فكرت في الاستفادة زي ما أنا قلت قبل كده هو وتحول الأمر من محاضرة على الزوم ومؤتمر وزيارة 45 سنة من داخل سوريا إلى أننا عدت 17 يوم في المنطقة ربعمية وتمانية ساعة دورت بلدين ودورت ثمن مدن ومن ثمن مدن فيه ثلاث مدن فيه تركيا إليه إستنبول وأدنى وكذلك أنتاكيا وكمان عملنا إيه؟ لحنا عملنا جلستين تنسيقيتين علشان التنسيق ما بين المؤسسات السورية بالداخل والخارج وحنا نتكلم عن إيه؟ لابد يا شباب وأنت في المناطق دي كلها وتغيرت الرحلة بتاعتكم تعمل مبدائل لأن خلاص وصلت هناك كل مرة تلغي فيها تسكرت الطيارة بتكلفك فلوس أو بتكلف اللي هم المضيفين لك فلوس كتلة جدا خاصة الوقت ده والتذاكر غالية جدا بدأ الزلزال ليه؟ لابد هنا نقف مع بعض وقفة مهمة جدا 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 كلنا نعرفها إننا نجد البدائل الجد البدائل بناءًا على إيه؟ على العلاقات الجيدة اللي بيننا وبين المؤسسات أنا حديكم كشف حساب ليه؟ اللي هو الأنشطة اللي اتعملت في خلال السبعتاشر يوم محاضرتين في الأحمن الأردني زيارة لمدينة أدنى وأنطاكيا مع مؤسس بنفسج الأختي مع بعض المؤسسات الإعلامية زي تي آر تي تلفزيون تي آر تي وتلفزيون اللي هو الجزيرة عملت ثلاث مرخابلات على الهوى عشان الزلزال مع منتدى فكرة عربي كان فيه محاضرة ثم بعد كده فيه مقالتين في الجرائد في مقالة أخرى نشرتها اللي هي الأحمر ومع مؤسس العطاء في اسطنبول عملنا اللي هو مجالس التنسيق عن طريق الزوم اللي احنا حاليا وانا بتكلم معاكم حاليا 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 احنا بنطلع بياد رسمي الاسبوع القادم عن كيف ننصق ما بين معلومة طلباتنا من المجتمع الدولي هي طلباتنا من المجتمع الدولي خاصة حين نعلم أو علمنا أو شفنا إن الأمم المتحدة استجابتها للدخل السوري كانت متأخرة كل ده حصل في العجالة دي كلها في كلمة مهمة جدا لن نعرفها العلاقة الطيبة والخدمات اللي انتوا بدلتوها من قبل مع المؤسسات وسمعتكم الطيبة من قبل مع المؤسسات بتفتحتكم كل الأبواب يبقى كل هذا النجاح لما بيحصل بيكون مبني على قصص في العلاقات وفي الجهود الذي بدرت من قبل ثم بعد كده هو في الأداء الرائع بتاعكم يا شباب ما فيش حاجة بتحصل كده بالحظ ما فيش حاجة بتحصل كده يعني 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 يلا يا زهر لعبنا معاك لا أبدا عمرها ما تبقى كده لو لم يكن لكم يا شباب احترام ووجود وتاريخ مع هذه المؤسسات ما تفتح لكم الأبواب ده بالنسبة ليه احنا كيف احنا حولنا التغير الغريب ده كله نتيجة للزلزال إلى هذه المنظومة اللي هي عملت لنا ايه عملت لنا 19 لقاء ونشاط في 15 يوم 19 لقاء ونشاط في 15 يوم لابا أنا ذكرت في الجدوة اللي أنا حتك هذا حكلم فيه النهاردة الهدر كنت أنا قاعد في بكتب الإغاثة في اسطنبول مع بعض الشباب وقاتل الفكرة يعني ايه هدر يعني حقا كده تضيع امكانيات فيها والهدر مرتبط دايما بالفساد الهدر مرتبط بالفساد في رأيي أنا في بعض أنواع الهدر اللي أنا حتكلم عنها ودي مش كل أنواع الهدر كانت يكون أنواع كثيرة جدا وقصدا نتكلم في العمل الإنساني العمل الخيري العمل الاجتماعي العمل العام اللي هي كل فلوسه ملك المجتمع وملك الفقراء والمساكين أول نوع من أنواع الهدر هو هدر الجهد هدر الجهد أنك تبدل الجهد في غير محله للمرة واحد للمرة تنهدر الوقت والتباطق والتكاسل والتلكق وعمل اليوم نعمله بكرة وعمل بكرة نعملله بعد بكرة وعمل إزباب نعمل إزباب يعني ريح نفسك هني نفسك هني نفسك إلى آخره نعتدنا نوع الهدر الهدر الفكر والرأي والنصيحة زملائك بينسحوك زملائك بينسحوك ما بتسمعش الكلام ده هدر وحرام علينا نعم ما اسمعش كلامهم ونصيحهم هدر التقاتل البشرية في سوق الإدارة عندك كفاءات عالية جدا في المؤسسات لكن المدير لما يكون سيء ما يكونش عنده قدرة ومنكونش عندها قدرة على الإدارة بنهدر التقاتل البشرية نوع الخامس هدر المال في اتخاذ قرارات سريعة غير مدروسة بدون خطط بدون برامج بدون رؤية وتكليف الناس غير مؤهلين للقيام بأعمال والناس دي لها معاندمش أي دراية بالعمل ده قريبك حبيبك صديقتك صديقك إلى آخر ده كله هدر في العمل الخيري والعمل المجتمعي والعمل العام ده الفكرة اللي كنت أردت مع الشباب وأنا بكلمهم في مكتب الإغاثة في اسطنبول الهدر زي ما نقولت بيؤدي إلى الفساد وتقريباً وتقريباً الهدر والفساد متلازمة واحدة الفساد يؤدي إلى الهدر والفساد مظاهر كثرة جداً في اللي احنا قلناها في الهدر قبل كده فالفساد والهدر مثلاً متلازمة واحدة مرتبطة بخلايا إيه؟ بخلايا سمعوا دي بقى سمعوا دي لأنها تعبت جداً من المناهدة فيها خلايا سوء الأخلاق السرطانية وسوء الأخلاق لا يعني التحرش بالنساء أو الأطفال أو سرطان الأموال لا لا هو إيه؟ الأتتشود اللي هو خلق الإنسان بتعاملاته مع الناس سوء الأخلاق دي اعتبر خلية سرطانية تؤدي إلى متلازمة الهدر واللي هو والفساد فالفساد والهدر مثلاً متلازمة واحدة مرتبطة بخلايا سوء الأخلاق السرطانية والكامنة في الأجسام أجسامي أنا يعني والتي لا تنتشر إلا إذا ضعفت وط ضعفت المناعة مناعة إيه؟ المناعة الإيمانية كلما تضعف المناعة الإيمانية لإنسان يزداد سوء الخلق الذي يؤدي إلى الهدر والفساد وكثيراً ما نفسل الفساد في المؤسسات بحاجتين فساد مالي ده سرق ده اختلص ده اختلصت طب خلاص دي نقطة أو فساد خلق ده تتحرش بالنساء تتحرش بالأطفال ده تتحرش بالرجالة أنا طبعاً فاكريين قصة سيدنا يوسف عليه السلام إنهن كيدهن عظيم يعني تحرشت النساء بسيدنا يوسف عليه السلام لكن الفساد والهدر بتعدى هذين البندين فلهم أوجه عديدة أنا ذكرتها بكث هو فضعوني الآن أعلم معكم أعلم معكم حاجة واحدة إن الفساد والهدر ده ستيتمنت منينا قريمة مجتمعية أخلاقية هي قريمة مجتمعية ضد المجتمع أخلاقية سلوكية تتعارض مع كافة القيم والعقائد الإيمانية التي يعاقب عليها كافة القوانين المدنية والشرائع السماوية فلا تهاون ولا هوادة في تغليظ تنفيذ العقوبة على مرتكبيها مهما كانوا مهما كانوا مهما كانوا طبقت هذه الأشياء على الصحابة والتابعين في مقاب قبل كده فإحنا لحنا صحابة ولا تابعين ولا تابعين تابعين دي النقطة اللي أنا إيه جات لي في نقشتها مع الشباب وإحنا في وسط الزلزال ونتكلم فإحنا لدينا وإحنا في الزلزال ما ننشغلش فقط بأثار الزلزال السلبيه لك ننشغل أيضا بإننا كيف فنحاول أن نحافظ على عهدم هدر الأموال خاصة في اللي هو الاستجابات السريعة اللي حصلة وكتير جدا من الأموال أهدرت في الأسبوع الأول فإن الناس عمل غير تنصيق في أماكن مختلفة في بعض الفيديوهات مرمية والناس بتشتكي بتشتكي لدرجة أننا كان نبكلم أنا مع مسؤول الإغاثة الإسلامية هو في معانا على لقاء الزوم كان بيستغيس وإننا نصق منكم بعد ذلك الهدر هنا هو في الوقت ده إحنا بنسميه إسم 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 لمن ذهبوا ليوزعونا الأشياء دون معرفة حاجة الناس ودون التنصيق مع من هم على الأرض العملية ميصورة وفيديو وبقى حامد لا العملية تنصيق السؤال التالي بقى في النقطة الثالثة الشفافية الإسلامية واحد كده من مؤسسة عطاء جزائي المالي جيست فزني بزيك نكرمها داخل الجمعية يوم 12 فبراير كنا منرتب اللي هو اللقاء التنصيخ الأول على حسب إمكانياتنا وقال لي اسمع أنا عسألك قول لي بقى ليه المؤسسات الإسلامية بتقول الشفافية إسلامية قال لي يعني من الشفافية الإسلامية إن أنت الصدقة المخفية متعلنش عنها يعني متعلنش عن مدقيلك متعلنش عن حساباتك متعلنش عنها قولتول ماذا قال لك كده وإيش دخل الإسلام فيها قال لي أنا بستفزك قولتول استفزيه زي اللي قال لك كده إنسان لا يفهم إنسان مغرد كان السؤال بطريقة مستفزة فلذلك استفزني فأنا بستفزكم وانتوا بتسمعوني الوقت قلت في الماء العام ما فيش حاجة اسمها صدقة مخفية على الإطلاق وإحنا الآن وإحنا في الحجائحة أو في النكبة أو في يوم القيامة الصغرى بتاع شمال الغرب السوري وبتاع اسمك تاني وتركيا أو حد يقول لي صدقة مخفية في ماء العام أوع حزاري في الماء العام ولا يصح ليس في الماء العام ولا يصح على الإطلاق أن يصبح ديدانا لأي مؤسسة غيرية على الإطلاق أو اقتصادية أو سياسية أو فكرية أو مالية أو بالعملات أي مؤسسة مجتمعية أو أي فرض يتعامل مع الماء العام أبدا وأرجو منكم ذلك نردي على أخونا اللي هو المستفز ده هذا هو الله خير اللي كان بيسمعني ألا تقولوا أن هذا هو فكر المؤسسة الإسلامية ده فكر بعض الأفراد المشوهين في أخلاقهم وسلوكياتهم اللي عندهم منعا إيمانيا ما نجدها بالإسلام هذا ليس له علاقة بالإسلام وعلى الإطلاق ولا الأجان ولا قويني الشفافية المجتمعية نتكلم عنها وأنا حضر لكم بعض الأمثلة يلا تعالوا معايا أول حاجة صلوا على النبي صلت على النبي يا عمار صل على النبي يا عمار سيدنا عمر في يوم من الأيام طلع يخطب الجمعة وكان لبس اللباس طويل وكان اللباس ده من مال الصدقة يعني وكان بيوزعوه على الناس وطبعا كان بدي كل واحد في المجتمع ثوب واحد شخص واحد فأحد المصالين لأن سيدنا عمر لابس ما يسوي ثوبين من القماش فوقفه وبيخطب وقف مين وقف مين ما قفش هاني البنة ما قفش عمار الخطيب ما قفش حبيبة ما قفش أي حد لا وقف هاني ما قفش رواند مش أي حد من دول وقف سيدنا عمر وصلت عليه لأن نسمع لك يا أمير المؤمنين إلا أن تفصل لنا من أين أتيت بالثوبة الثانية فقال لابنه يا عبد الله أم أم دافع عن أبوك يا ابني أم دافع عن الخليفة يا عبد الله فقال لهم دا كان ثوبي لأن أبي طويل فأعطيته الأبي عشان يبقى يستر أبي يبقى القطعتين القماش أعطهم الأب دي حاجة اسمها شفافية مجتمعية قاعدتها إسلامية وأخلاقها ربانية خلاص دينا مرة واحد المسأل الثاني اللي هو حفيده اللي هو سيدنا عمر ابن عبد العزيز ليلة العيد اللي هو الخليفة الخامس أو السادس حسبنا أن سيدنا الحسين كان الخليفة الخامس منذ الست أشهر دي البنت لقت لابوها أمين المؤمنين والخليفة اللي كان حكم الإسلام من الصين لغاية الأندلس في الوقت دا وغيره وبيت المال كان مقتز بالزكوات والأموال وبسم الله ما شاء الله ما كنتوا تقليني هو دي وفين فبنته كان بتبكي تقول له يا أبي نريد أن نشتري ملابس جديد العيد لا حاضر يا أبنان دا راح لخزن المال دي بقى الشفافة الإسلامية قل للشباب اللي بيقول لك الكلام اللي هو يمينك وشمالك وفقك وتحتك دا تخبي ومتخبيش دا مش عندنا في العمل العام خاصة في الزلزال اللي حصل دلوقتي والإهدار اللي احنا منشوفه في بعض الأماكن دا بد من التنسيق والتشبيك والتعاون وبناء الشركات نرجع مرة ثانية راح لخزن المال قال له هل ممكن أن تقردني يعني مراياتي بالشهر القادم فالخزن قال نعم يا أمير المؤمنين ونعم يا خليفة المؤمنين بس عليك أن تضمن لي أنك ستعيش إلى الشهر القادم فتعمل به قال تضمن لهذا يا أمير المؤمنين قال له لا قال له أنا لا أعطيه هي دي الشفافية المجتمعية الإسلامية ليس ما تقوله الكلام اللي هو من بعض الناس الذين لا يفهمون الإسلام ومتفاقهين ولا يفهمون أبعاد العمل المجتمعي أو أبعاد الأعمال الإنسانية المتباينة دا بالنسبة للسؤال المستفز اللي سأله لي الأمين المال بتاع مؤسسة عطاء طيب لا حتى لو كان مال خاص بتاعك أنت من حقك أنك تعلن أو متعلنش أنت من حقك لكن في الأحسن أنك تعلن علشان تشجع الآخرين بس شريطة أنك تحافظ على نفسك ونفسنا ماذا تسوها فألا ما فجرها وتقواها يعني أنت بقى تحاول وأنت بتعلن عشان تشجع الناس أنك تجاهد نفسك لكي لا تغطرب ما أنفقته من مال ده كان السؤال التاني اللي عمال المجتمعيين في المؤسسات الخيرية ساعة الزلزال كانوا بيسألوه اللي هو الشفافية المالية السؤال التالت الرواتف المصير في الدنيا ده كان من جمعية عطاء لا مش عطاء جمعية وطن كان مدية التنفيذ لها يوصني بالعربية بعد اللقاء التاني اللي هو كان يوم 16 يوم كان 18 فبراير بيوصلني من المكتب للأوتيل بتاعي اللي أنا كنت نازل فيه قال لي هل نستحق أن نأخذ رواتب وطبعا نعم نعم لا تفرغ لعمل بدون رواتب ولا عمل ينجز بدون مصير في دارية واضح بالنسبة لي لا تفرغ لعمل عمل دائم وظيفة بدون راتب ولا عمل ينجز بدون مصير في دارية إلا في حالة واحدة فقط فردية فردية إيه الحالة دي بقى كون أنت أو أنت غنية جدا غنية مش بس كل شيء لا 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 غنية وتتمتعي أو تتمتع بماذا أن تكون مقتدر وملتزم بالوصف الوظيفي متواضع وغير متباهي على الناس لا أنا شوف أنا جايش تغل عندكم بلاش لا مش عايزين حريص وغير مبذر حليم وغير متسرع صبور وغير شاكي يااي لانت قابت النهاردة برغب ما أخدش فلوس مش عايزينك كل هذه الأشياء استثناءات لا يبنى عليها عمل مجتمعي هذه استثناءات لا تبنى عليه قواعد العمل مجتمعي لأن المجتمعات لأن المجتمعات لأن المجتمعات لا تبنى قواعدها على استثناءات يبقى حتى لو كنت أنت مقتدر أنا لازم حديك موظف مرتبك أنت ممكن تتبرع بالنرتب بعد كده زي ما أنت عايز أو أنت تتبرع زي ما أنت عايز أنت حر لكن حتاخدي وتلتزمي وتعملي وتحاسبي ومن يدعي يا شباب في وسط الأزمة اللي نحن نتكلم عنها دي الأزمة أزمة الناس لقدس أعدادهم لمائة ألف أو أكتر لمصيبة اللي حصل في تركيا ممكن تركيا مدارش توقف على رجلها مرة تانية فنعزو بالله لكمية الدمار للمباني والمباني التحتية والدمار الاقتصادي في الزراعة وفي الصناعة وفي التعليم إلى آخر وقفة عجلة الانتاج 11 ولاية من يدعي يا شباب أن مؤسساتهم لا تستقطع من الأموال المتاحة لها من مصاليف إدارية فقولوا لهم اتقوا الله ومن أن تنفقون المال على رواتبكم وما شابها من مصاليف في الوقت ده بيقولوا لسه بيقولوا كلام ده غلط مرفوض 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 فإن قالوا لك من مانح يتكفل بها أو حكومة أو أوقاف فقولوا لهم لا تستقطع مصاليف إدارية قد أقرها الله مصيف الزكاة والعمينة عليها إذا كان ربنا ألعمين عليها على شريطة أن خليفة المؤمنين مش موجود طيب هنعمل إيه بقى وخليفة المؤمنين مش موجود والدنيا مقلوبة عندنا الروهينجا وعندنا اليجور وعندنا فلسطين وعندنا أريتريا وعندنا أدي الزلزال عندنا دول وعندنا اليمن وعندنا سوريا قبل الزلزال وعندنا الجفاف والتصحر وعندنا التغير المناخي فين خليفة المؤمنين اخرجوا من الخن اللي انتم قاعدين فيه الدنيا بتتغير أو المجتمع بيتغير كل ثانية بالطول والعرض وبالورب بالثواني والدقاية والساعات وهنا لسه بنقول ما فيش خليفة طيب هنعمل إيه هنعمل إيه هنقف ما ناخدش الزكاة هنقف ما نصرفش لا لازم هناخد الزكاة وحناخد الصدقات وحنستخطع منها ما قاله الله سبحانه وتعالى في القرآن نهي الكريمة لقد تغير الزمان وزاية مساء المسلمين وليس لدينا خليفة قاله طيب الحكومات تجمع طيب هات الحكومة قريبة للإسلام بالدول الإسلامية إما حكومات عسكرية أو حكومات أمنية أو حكومات دكتاتورية أو حكومات كذا وكذا 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 وكلهم الفساد ضرب فيهم مش كلهم عشان ما عادش يضع غالبيتهم طيب هنعمل إيه لابد يكون في مدائل لابد نكتهد وكون في مدائل في الغرب وإحنا عايشين هنا في ملايين المؤسسات التي تراقبها الحكومات بتقوم بأعمال بتكمل أدوار الحكومات الأعمال الخيرية وإحنا ليس قد نخرج من قوقعة متكلسة قديمة بما نراها من حولنا المصائب فلابد يكون في اجتهادات في الفقه وفي الأداء وفي الرؤى عند من يدعون أنهم علماء ومشايخ إلى آخر والتصحاب بقى اللي بتطلع على الجماعيات خاصة في الوقت ده أنا زعلان جدا لأن ما زالت بعض الجماعيات المقلوبة دي المنكافئة عن نفسها زيرو 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 إيه أبو زيرو مش حاجة اسمها زيرو مش حاجة اسمها زيرو في الدنيا خالي زيرو دي في الآخرة لقد قلتها كده كحقيقة ولكن هي نكتة لما تخش كده الجنة وتخش الجنة بسم الله ما شاء الله أقول لكم أقولوا أمين وتبقوا قاعدين ها وعايزين تاكلوا فرخة محمرة على طريقة كنتاني تاكي أو سندويتش بيرجر شف أنا بعمل لكم عناية إزاي عشان تغزوق مذاق الفرخة والسندويتش والريحة دي بس أنت نيتك أو رغبتك حتلاقيها عدتا قدامك دي أنا بابش مصريفة درية ليه لأن العملها لك ربنا سبحانه وتعالى مسبب الأسباب أما في الدنيا دي مصاريف إدارية فالليجة عشان يجمع المال ساعة الزلزال وقلوا ما فيش في أصاريف إدارية وإزا كال 0% قلوا ولا مؤخزة ولا مؤخزة ولا مؤخزة إنت مش هيتك عليها لأن كلام ده كلام إعلامي لجمع التبرعات إحنا عدينا أو عدت أو دقت على رأسنا دي شايفين رأسي دي دقت عليها تبول وتبول وتبول ويا ما شفنا ويا ما شفنا ويا ما شفنا بتشفاك الأغنية بتقول إيه طيب السؤال الخامس الفعالية بقى حولك حذكرها بسرعة أنا قلت إن كان رحلة 17 يوم 400 و 8 ساعة زاد الدولتين 8 مدن اللي هم عمان والرمثة والزعتري وإربد والمفرق والأدنة وانتاكيا وإسطنبول ثلاث محاضرات في الأردن وأربع لقاءات عامة مع أبناء الإغاثة وتلاث مقارات في الجرائد ولقاءات عادية مع أصحاب الحكم الفقراء والمساكين في الأماكن دي كلها وفي تركيا ثلاث لقاءات تلفزيونية التي تحدث عن كارثة الزرزال تبتيب لقاءين تنسيقيين عبر الزوم رد أولاد التعامل مع إعصار الكارثة لقاء محاضراتين للشباب في أحد الفعاليات التي تقوم بها أحد المؤسسات البحثية لقاء آخر ومحاضرة يعني كذا تعني 19 نشاط في 15 طيب زيارة المدينة أنتاكيا اللي هو النمر 6 قد تم ترتيب هذه بالتنسيق مع المؤسسة بنفسك التي رفقنا فيها المدير بتاعها هي كانت مدينة خاوية على عرشها تعالوني أخش أرجع بيكم للزلزان مرة تانية قد تصل خسائر تركية فقط من الدمار البنية التحتية والأبنية إلى ما لا يقل عن مئة مليار يورو مئة مليار يورو اللي هي الخسائر مباني يضاف إليها ما لا يقل عن مئة أخرى من توقف الاقتصاد لأن المنطقة دي كلها كانت تمثل 10 أو 11 في المئة من الاقتصاد التركي فتوقف الاقتصاد سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو في أي انتاج أو السياحة التعوضات اللي بتروح للأهالي حاليا اللي ما بيشتغلوش تكلفة إيقاف الزهاب إلى الجامعات والمدارس والعمل من البيت والزوم عشان الناس بالقاعدين أنا كنت بضرب المثل لأحد زملائي في كندا في الصباح أو أمس مش فكرت كنت بكلم مع الدكتورة ياسمين وبقول لها نزح إلى مدينة أنطاليا 140 ألف بهلوبهم فقط لمدينة واحدة لمدينة واحدة إذا بتتكلم عن متأثر بهذا الزهد في الدولة التركية ما لا يقل على 20 مليون فما بالك الجزء الشمال الغربي في سوريا اللي احنا مش قادرين نحسبه لأن هناك يعني مفيش دولة في حكومة ضعيفة مؤسسات مجتمع مدني ضعيفة فحتى عدد الموتة في سوريا مش قادرين نعرفه فشف الخسارة ده دي جائحة القرن هذه جائحة القرن بعد السنامي بعد السنامي السنامي كان محدود في بند أتشي في اندونيسيا كان محدود في بعض سواطئ سريلانكا حتى وصل السنامي فين للسومار تخيلوا ومد 30 واحد على الشاطئ في السومار بعد الشاطئ بسهن مش فاكس مقدش في أي مدينة لكن ده اللي بتكلم على بنية تحتية غير عادية كم من الأعوام ستمر قبل أن تبنى هذه الأماكن مرة أخرى فنصحتي للشباب لا تتعجلوا بصرف الأموال إن كان عندك جزء من المال للأكل والشرب والإيواء جزاكم الله خير سيبوا الجزء الأكبر علشان اعادت البناء مرة أخرى إذا كان في الداخل السوري أو كان في تركيا لابد يحصل تنسيق المصيبة لا تتخيلوها فيه وجيان تفتحت تفكرين قصة بتاعت سيدنا مش سيدنا استغفر سيدنا موسى مع قارون لما قي قي قارون خرج على قومي في زنتي فالناس قالوا يا لاتري مثلا بقيت قارون فخسفنا بيها بدرجة الأرض فاتحت فتحت الأرض كده في هناك أماكن ووجيان فتحت فيها الأرض فتحا لكي نعلم أن الله قادر على كل شيء أن الله قادر على كل شيء فلذلك البناء وعدت التههيل وعدت بناء المجتمعات يعتبر من فكر العمل الإغاثي المرحلي فكر العمل الإغاثة مش فقط أكل شرب نايم لبس لا في طب نفسي في تأهيل في استقبال في إزالة الركام ثم يعني اقتصاد بعد المال لما بعد لأن إذا غابت الكاميرات عن الشارع لن يتبرع منكم أحد لن يتبرع مننا أحد يعني هي كانت مدينة خوية عرشية لا توجد فيها حياة أجرها غلبية ساكنيها يعني كنا معدين على الأماكن مرمية فيها ملابس في بيت مش موجود فيها حد طب ليه الشباب تروحهم من غير ما تنسقهم وتذكرني بعلامة ربانية من علامات يوم القيامة سبعة خمسين سانية كان عمر الزلزال تبعها قرابة سبعة تلاف هزة ارتدادية لتظهر لنا قدرة الخالق سبحانه وتعالى القدرة والمقدرات هنا بقى دائما يمكن يا أخونا الأخونا مصطفى عصمان يعني ده مصطفى عصمان بتعنت وأخونا مختار لازاكم الله أهلا وسهلا مليكو وأرقم زمان كلكم يعني نتكلم عن قدرة والمقدرة اكتشفت في الجولة دي معنا المقدرات والمقدرة المقدرات هي ما هي متاح لنا من إمكانيات أما المقدرة والقدرة فهي قدرة الإنسان زي حالاتنا زي حالاتنا كده على الإنتاج والعمل ده اكتشفته اكتشفته تقدر بيت الشعر بتاع الشعر ألا لأيت الشباب ألا لأيت الشباب ألا الشباب ألا لأيت يا آية قال ليت الشباب ولا الشباب يعودوا يوما لأخبره بمفاعل مشيب دي السالة ليا ولمن حاولي من من هم في سني الآن والرسالة دي بتقول قد يسبح المرء مننا بخبراته قد يسبحها زي حالتين في 40 سنة قادر على إيه بقى التفكير التعليم التوجيه نقل الخبرات رفع الوعي التأثير كتابة التاريخ مراجعة القيم الأخلاقية والثقافات والفلسفات التخمين يعني اللي هو الاستطلاع الرأي وبناء قدرات الشباب وهذا وارد يبقى دا دوري خلاص يبقى دا مين دور الناس اللي في سني أنا أما الترحال والصفر وتولي الأعمال التنفيذية والزيارات والمتابعات ودارة الأعمال وغير ذلك من أعمال فهو أمر فيه نظر ومراجعة أن أقوم أنا ومن هم في سني به يعني الجماعة المتكلسين على رئاسات الجمعيات أقول لهم جزاكم الله خير توكلوا على الله امشوا ومن تجربة الخاصة أنا ملتزم بالجزء الأول اللي هو في إيه؟ اللي هو التفكير والتعليم والتوجيه ونقل الخبرات ورفع الوعي والتأثير وكتابة التاريخ ورجعت هذه دي ستة طويلة جدا عايزة موسوعة مجموعة من الرجاع عشان تقوم بيها أما أنا مدير التنفيذي ومنفعش مشاريع ومنفعش خلاص خلاص الحركة بطيئة وعايزين شباب يجروا عايزنا نحصنها أما الجزء الثاني اللي هو بتاع اللي هو العمالة التنفيذية والزيارات دي فيقوم بها الشباب إن وتسمعوا دي كلمة بقى وده فرض عين على كل واحد في سنة مر بالتجربة دي كلها فرض عين علي وده حيحصل ايه إن علمناهم سمعين دي ودربناهم واهلناهم وجهناهم ونقلنا لهم الخبرات ومكناهم في الاخر في دورين لان انا اصبحت الوقت ما قدرش اجرب بنفس السرعة اكتب اجرب بيها من ثلاثين سنة قدرش خلاص القوة البدنية ما هيش موجودة زي ما كانت بالأول حتى ترح صعب ينسى لكن علي علي ان انا اجمع خبراتي ونقلها الاخرين دا كان النقطة السبعة يعني ايها الرجال العظام والنساء العظميات مراكز التنفيذية في مثل سني انا ليست لنا طبعين يقول لي في كل مدينة وفي كل دا ليست لنا ما تجيش تقول لي انت شاب في التمانين اقولك بأمرت ايه او انت شاب في الخمسة وستين اقولك بأمرت ايه شفتوا عنها بتبربش ازاي اقولك انت شاب سبعيني يا صلاة النبي عليك بأمرت ايه كل دا تضيع وقت واهدار للمال وفساد للعمل اهدار للمال وفساد العمل لان ما عندش قدرة سواء كان في وقت الزلازل والبراكين والفيضانات الى اخيره او في صلاعات مسلحك النقطة التمنى التوفيق والدعاء ودي كان زريفة او رضيهم من نطائف لو حبنا نتكلم عن التوفيق فأسبابك التالي نمر واحد المسبب سبحانه وتعالى نمر اثنين يكون نيتك ونيتي صدقة نمر اثنين يكون عندنا خطة ما ننفعش فقل عمله فطير اللي هو عملكم يعني عملها نحن ورسوله المؤمنون ما فيش توفيق من غير خطة الهلبولي دا اللي بنعمله دا ما ننفعش يلا ناخد نطلع بشحانة ونطلع لا كنا دايما من زمان من عشر سنين نقول لهم ما تودوش ما تودوش شاحنات لسوريا لان تكلفة الشاحنة اللي بتطلع بتاعة 4 طن او 2 طن اغلب كتير جدا من تكلفة المواد اللي هي او قيمة المواد اللي انتم مودينا شكرا لنا خطة وبرامج وخريط طريق نكون مرهنين مش متكلسين الخطة اللي ما نفعش نحول حصول ما نفعش نحول نكتهد كنا لنا بدائل لو وقتنا مشاكل وتحديات من التوفيق بيجي من كل هذه ايه العوامل نكون لنا اصدقاء والشركاء نستعين بهم بعض الله سبحانه وتعالى نكون دائمة دعاء لمن لمن يحتاجون لخدمتنا اولا وثانيا للحصول على رضي الله وتوفيق يبقى 6 نقاط للتوفيق 6 نقاط للتوفيق الاولى من مرجعي سبحانه وتعالى ثم النوايا ثم خطة وبرامج معملية ثم نكون مرنين اذا وجدتنا مشاكل ثم يكون لنا شركاء واصدقاء نستعين بهم ثم نكون دائمين لدعاء لاصحاب الحقوق عشان هما كمان يدعونا بالتوفيق وانا بقى ماشي القصة دي قصة دا متقول اتوفقوها لأولادكم هم صغرين او هم مكبار كنت تعبان جدا وانا في المطار يعني وكنتش قادر اشتد رجلية وعلى كرسي المتحرك بتاعي الحمد لله لان مطار اسطنبول بسم الله ما شاء الله قلت يا رب اول مرة طلب من ربنا طلب مباشر طلعني من الايكونومي للبيزنس فروحت للست ستة كان محترمة جدا موظفة وانا قاعد بقى بقول يا رب قامت ستة مدياني كارت بصيت عليه كده عشرين دي عشرين يعني معانا ايه في السبينزا خلاص خلاص قلت لسه في امل وطلعت مع الراجل اللي بزوق الكرسي بتاعي بعد ما انا عندي الكارت بتاعي اللي هو البيزنس ده عشان فطرت هناك في السالون بتاع البيزنس ما انت زقني بغاية ما وصلنا على مين على الجيت على البوابة وانا قاعد بقول ايه يا رب يا رب ربنا يستجبني لقيت الراجل اطعت بتاعي الكارت والدال مين اداد الراجل اللي بزوق الكرسي بتاعي قلت حلا ايكونومي ايكونومي يعني يعني خلاص وعنى لسه داخلين على الطيارة قلت حلا قلت الحمد لله اما طلعني من ايه من الايكونومي وربنا استجاب للدعوة بتاعتي هنا في المناطق دي بقى ادعي ربنا لتتزللش العبد من عبيد فصلت ركعتين الحمد لله سبحانه وتعالى في الطيارة من ازرف اللطائف اللي حصلت اللي بردك في الرحلة دي عشان الشباب ياخدوا بالهم منها ان انا كنت انا هو شاب اسمه عبد الرحمن اول دي اول رحلة اغاسية لي هو اللي حاجز التزاكر التيارة وحصل يعني تعديل في التزاكر ففي ليلة السفر غير لنا العودة كمفروض احنا نسافر يوم 12 ونرجع 14 فبراير فسافرنا 12 وقلنا ايه يعني قلتوا خالد 13 يعني سافرنا 13 في الصباح ورجعنا فلما خلصنا الزيارة لانتاكيا وحنا في المطار بقى وتراعين وبتاع تعبانين بقى تعب لان تل برد برد غير عادي برد القاتل بصلنا بادري شوية كده فبقول لعبد الرحمن قال لي ده فيه تيارة بادري نخدها بدا تسعة تسعة قلتوا بتوكل على الله راح للراجب بيبص كده في البتاع دي قال له ما عندكوش حاجز طبعا انا لو كنت ما اتغير واللي عارفيني ما اتغير كنت بقى ايه بنفجر ولا القنبل الزرية الحمد لله ربنا نزع سكينة وسكت بقى سلم محمد لله لكن عمال اللي هو الخطوط جوية تركية كانوا بيفضوا اللي هو المدن من من السكان طلعين تركة تيرة جدا عشان يدوم لإسطنبول الاخير فقعدوا دوروا 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 والحق الحمد لله قلنا ايه الحمد لله مش كده بس دوروا ربنا كمان بيقول لك طب استنى خد رجعونا حق التذكرتين بتوعنا اعتبرونا انحن ايه من الايه من الناس اللي بيهجروهم او بيخرجوهم من المدن المدمرات فعسى انتكروا شيئا وهو وخيرا ولقى اختم برسلك للشباب ودي انا هقولها بمنتهى الوضوح عشان نختم لو في حد فيكو عايز يقول تعليق يا آية او عندك تعليق على الفيسبوك او على كذا عايز يعمل مدخل انا ما عندش مشكلة رسالتي للشباب هي ايها الشباب الواعي والواعد للأمن ببناء مستقبل مشرق مؤسس لانشاء نهضات وبناء حضارات انسانية جديدة في هذه النقاط الثمانية بضع نقاط هامة اردتوا التحدث فيها في مطلع هذا العام معكم فيها في مطلع هذا العام اول حاجة اسمعوا واعوا ارساء مبدأ الشفافية ليصبح قاعدة لمن يتصدرونا اي عمل عام اي عمل عام منين الا نعمل بدون تخطيط او بدون تحديد معالم خريطة الطريق التي ستفحق ستحقق سوف نحقق من خلالها اهدافنا بل يبقى قد كمين تخطيط وخريطة الطريق ممثلات انكم مرنين من خلال وضع خطة بديلة للوصول لطرق انجع ونتحقيق اهدافنا المرجوع ما نقولش ما نكونش كنا جمدين يا كده يا بلاش ما فيش حاجة من يا كده يا بلاش في العمل المجتمعي ان نحافظ على بناء شبكة قوية ومتينة من ايه من العلاقات قائمة على مدى مصداقية قائمة على ايه مدى مصداقياتنا في خدمة المجتمعات فشانا صاحب يروح شربت مع قهوة وشاي وكذا لا قائمة على المصداقية لذلك المحاضرات اللي أنا عملتها في الأردن كانت قائمة على المصداقية العلاقة نعمل خمسة ان يكون لنا سمعة طيبة سمعة طيبة وتاريخ منظور مقروء ملموس تانجبل يعني من خلال الانجازات التي حققناها من اجل ماذا من اجل خدمة الاخرين لابد ان تحنسوا على كل هذه النقاط نمر ستة ان نتعامل مع الاموال العامة بقدر يتعاملنا مع اموال الايتام كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما علمنا الفاروق عمر رضي الله عنه ومن بعد كافة وحتى الفاروق او بكر الصديق كل خلفاء والتابعين والصحابة الى اخر ان نتعامل مع الاموال العامة بقدر تعاملنا مع اموال الايتام والارامل فلنتق الله في كيفية انفقها علينا لان الذي ينفق ما له علينا هم الفقراء والمساكين فهذا ما الفقراء الذين يعيشون في العراء ونحن نعيش العيش اللي احنا شايفينها هالوقت نمر سبع التعلم واخذ العبر من الاثار الناجمة عن زيادات يعني انا انا قبلت بعض العائلات في الشوارع وعز البرد منتظرين الجسس بتاعت الشهداء منتظرين في الشارع في البرد ما فيش مكان يقوم وخايفين يخش في المنازل البيت مرة اخرى النساء ورجال وشباب لكن في شاب من الشباب بيقول لي بيت في ايدي كده زي ما تقولي وماشا قال لي أبويا وأمي أبويا وأخويا خرجوا لكن أختي لسه جوا قال لي عشان غطي عورتها لو خرجت معايا القماشا دي عشان غطي عورتها لو خرجت ما عادش بص عليها تفتدي وعادين في عز التلج ليه النهار في مدن مهجورة خوية على عرشها خوية على عرشها التعلم وأخذ العبر من الأثار الناجم عن زلزال تركيا وسوريا منذ أسبوعين ونعلم أن عمر الدنيا التي نعيش بداخلها لم يتعد سوى سبعة وخمسين ثانية التي حدث فيها الزلزال وقضى على أحلام وأمال الملايين المتأثرين بأثار الزلزال غير اللي ماتوا شو هداء غير الجرحة يا شباب نحط النقاط دي كلها عشان ايه تكون هي بالنسبة لنا خريط الطريق أو يعني مرجعية زي ما انتو عايز تعمل مرجعاتكم بس تبقى نوعات نتعلم منها يعلم منها يعلم البعض منها البعض الأخ أن نضع سياسات جديدة من حقنا من حقنا يا شيخ محمد جمعة ومن حقنا يا دكتور مصطفى عصمان يا دكتور مصطفى عصمان ومن حقنا المختار به أننا نضع سياسات جديدة ومن حقنا يا أختي ياسمين من حقنا كلنا ومن حقنا أخ حسام سلطان حسام سلطان من حقنا أن نضع سياسات جديدة من حقنا أخي محمد حلوة أن نضع سياسات جديدة للعمل الإغاثي عمل التأهيلي عمل التموين عمل التمكيني للأفراد من أجل بناء المجتمعات لابد نراجع ما اجتهد فيه الآخرين ما اجتهد فيه الآخرين من قبل لما تسعى أن نراجع يا شباب تعريف المصطلحات الجزاء من الله خير إخواننا في الغرب عمل المصطلحات عرفوها بناء على ثقفتهم بناء على قيمهم بناء على عقدتهم بناء على أجانهم بناء على تاريخهم بناء على أخلقهم خلاص جزاء من الله خير أنا مش من حق أن أنا أراجع هذه المصطلحات وأبرز بصرحات جديدة أيها من حقي ومن حقي عندي ثقافة وعندي قيم وعندي أخلاق وعندي تاريخ وعندي فلسفة وعندي إيمانيات وعندي عقدة مختلفة من حقيقة أننا كنا تنبع في الماضي فعلينا أن لا نصبح تنبع أبديا التابع يكون شريك ثم يصبح قائد ثم يصبح في قيادته أو في قيادتها رائد في إذن الناس سبحانه وتعالى أن نهتم ونستثمر في البحوث والدراسات والتحليل والجرف والتعديل والمنصرة والدفاع عن حق الإنسان والدراسة وتصحيح وتدوين مسارات التاريخ والتواصل لبناء الجسور والشراكات والتحالفات كل هذه الأشياء العمل الاجتماعي والعمل اللي هو الخير ما بيهتمش بها لأسي مركز الفكر والضغط ورفع الواعي المجتمع للشعوب الاستثمار في بناء خيادات الشباب المستقبل الاهتمام والاستثمار في بناء الإعلام المجتمعي المستقل الاستثمار في مجالات الفدون والدراما والأدب والاستثمار في بناء قطاع مدني قوي من مؤسسات المستقل ده يا شباب علشان تكونوا أنتوا أحسن مننا أحسن مننا أحسن مننا إن التوفيق دائما ما يرتبط نقطة المهداشر بحسن النواية جزاء نعم والمبدأ القائم على الأخذ بالأسباب حسن نواية الوحدة لا يكفي الأخذ بالأسباب والتي منها التخطيط العمل منهجي عملت دراسات ميدانية التحليلية المجتمعية وغيرها من أسباب مع أو قبل أن نسأل المسبب تسأل المسبب لما تقوم بالأسباب ربنا إيه يستجيب لك نقطة من 12 أن يصبح للشباب والنساء أدوار محورية هامة في إدارة المؤسسات والمجتمع 12 نقطة يا شباب ودي نسأل لكم شابة اللي قلت لك أصل النهاردة بيلعب ليفربول وبيلعب مين مع ليفربول ريال مدريد يا ريال مدريد غالبت ريال مدريد طبو أنا مالي 22 لعيب مسكين كورا بضربوه في بعض يدخلوا جمه يدخلوا جمه طبعا عملت إيه كل واحد فين بيأخد ملايين الدولار طبعا عملت إيه كسبت إيه كسبت إيه يعني كسبت إيه كسبت إيه كسبت إيه سبت إيه ولا حاجة أعب أعب أشد في شعري كده وبحث أدامي على الفادي وبعدين نبقى سباب طفة أو الشاب اللي بيرحوا الأفراح ويقعدوا القصة يا البنات أنا شفت بعض الفيديوهات يا شباب مش عارف الولد ده دولة بنات ولا سبيان ولا إيه ولا إيه قل أعزو بالله قل أعزو بالله قل أعزو بالله على العموم دي الرسالة لكم يا شباب في الاثناشة النقطة أنا أطلت عليكم لأن أخدت منكم تقريبا تقريبا يعني ساعة ولو كان فيه أي سؤال يا أخت آية أو أي تفسير أو أي تعليق أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله هل ده سؤال ده آية لتحت ده ما عليش فيه سؤال ممكن يكون مستفز ممكن بعد إذن حضرتك تعلق على موضوع التبرعات أونلاين ما حقيقة أن هناك نسبة كبيرة تستقطعها مواقع مواقع التمويل الاجتماعي ما فيش حاجة ببلاش الأخت اسمها إيه دي مش عارف يعني أهي أحد الأخوات هي أفاوسية من الوسائل سعب بياخدوا خمسة في المية سعب بياخدوا سبعة في المية سعب بياخدوا عشرة في المية على حسب لأنها وسية سهلة لكن مع ذلك بالنسبة للسؤال ده ما فيش أي عملية جمع مال بدون انفاق عليها قد تصل النفس بالانفاق في جمع المال إلى عشرة في المية وخمشة في المية بيصرفوه من ميزانية المؤسسة ويرجعوا يستردون المؤسسة من رأخ ده لو كانت المؤسسة اللي عام للحملة دون اللي هي الانلاين دونيشن أما الانلاين دونيشن في دي كايدنا كنت بديد واحد نسبة من الدخل بتاعك فلابد يكون عندنا شفافية مالية في إننا نرموا والله يا أخواننا المليون اللي احنا طلعناهم من الانلاين دول الشركة بتاعت اللونش جود أو كان أي حاجة تانية خلت منهم عشرة في المية يعني الجنيه بتاعك وصل لتسعين قبل أنا ما أعمل أي مصاري في قدرية للشركة بتاعتي أو للمؤسسة بتاعتي أو للي هو الفقر أو المساكين لابد يكون فيها نشفافية لأن عمر ما اللونش جود حيديك حاجة بلاش لأنه شركات جايه ده إيحنا من نتكلم ده شركات يعني ربحية شكرا الأخت اللي سأل السؤال ده والنصيحة إن يكون عندك أكتر من مصدر لجمع التبرعات وجمع التبرعات يعني بيكلف كتير فعلا يا أختي الفاضلة لكن على حسب حجم المؤسسة ولا حسب حجم المال ومن أهم أشياء في جمع التبرعات اللي هو بناء الشركات مع المؤسسات الكبرى أنا أديكم مثلا مثلا في المثل ده عشان إحنا يعني ما كنت مسؤول عن عمل التنفيذي في مؤسسة الأغراضة الإسلامية مثلا من قبل 15 سنة عشان نصل الأموال المليونية من الأموال المتحدة والأتحاد الأوروبي والمؤسسات الكبير دي كلها كان لابد يكون في بناء هيكل للهياكل المالية والمراجعات القانونية داخل المؤسسة من محاسبين ومراجعين ماليين بتكلف فلوس كتير حسن كده ما فيش حاجة من غير مصيفة دا ليه لكن لما تيجي الأموال المتحدة في حاجة زي أفغانستان تدي 30 مليون دولار لمؤسسة الإغاثة أو مثلا وغير وغير الإغاثة أو تيجي مثلا في اليمن تدي مواد عينية قد تكون بمليون ببيرك مليون دولار خلاف المواد المال الكاش عشان توزيع مثلا هذه المواد العينية يبقى أنت تستثمر في بنائك المؤسسة عشان تاخد عشرات ومئات الماليين من الدولارات من هذه المؤسسات الكبرى لما تيجي حكومات تحب تديك فلوس بتبص الهيكرة الداخلي بتاعك هل في مراقعين قانونيين داخليين هل في مراقبة للجودة هل في مراقبة للحسابات إلى آخر ومالية إلى آخر هل في عندك جهات معتبرة بتعمل اللي هو المراقبة المالية أو من خارج ده بيتكلف فلوس في شركات بتاعت خمسين ألف جنيه سترليني وستين ألف وسببين ألف عشان تحط اسمها على التقيل بتاعك اسمها ده ممكن وما تحط على التقيل بتاعك بيجيب لك مليون واتنين وخمسة وعشر من الجهات مناحة كبرى فالعملية بنتكلم فيها زي بنتكلم عن هي ابناء داخلي بيترتب عليه ودخول مثل هذه الأموال أو هذه التبرعات الكبرى من المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الأممية أو الحكومات ده بالنسبة للسؤال اللي قالت للأخت مثلا مش فاكر يعني ما خادش بها من الاسم بتاع الأخت هل فيه أي سؤالة تانية يا أخت آية أو في حد عايز يسأل سؤال تاني منرحب الشعيرة والأديبة دكتور أصرايا العسيلي من مصر أيضا وأبو ياسر كذلك يعني نرحب بك كلكم إن شاء الله وفؤاد عبده في حد تانية آية عشان عايز يعمل تعليق أو عايز يكتب سؤال أو أو إلى آخر أنا قدامنا خمس دقيقة أو عشر دقيقة إذا في حد عايز يعلق أو حاجة دي كده ما عندي مشكلة مش عايزين تعلقوا مش عايزين سألوا سألة محرجة أنا ما عنديش مشكلة أنا ليس عندي أي مشكلة حد فيكو عايز يعلق أي تعليق يعني محرج سؤال يعني في شيء من يعني في العمل العامي يا شباب ما تتكسفوش نكس ألو آه ياسمين آه ياسمين آه أستاذ ياسمين جزاك الله خير طبعا عرفت أنا ربنا يا كريم شكرا شكرا على السؤال بتاعك آه 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 السؤال التائم من أخت ياسمين تقييمك لاستجابة منظمات مكتبع مدني على المنصر التركية والعالم طبعا العالم هبهبه غير عادية لأثار الزلزال لكن الهبه دي لابد أن يحصل فيها تنصيق بدون تنصيق يا أستاذ ياسمين حيحضر فيها در الأموال زي ما اتكلمت قبل كده وإحنا مش عايدين الشباب يروحوا كل واحد فيهم يعني عايز يطلع له بعربية وعربيتين كده ويروح إيه ياخد له صورتين عند مبنى مهدوم ويطلع حاجة كل ده اهدار المال لابد قبل ما نتحرك وقبل عواطفنا ما نتحركنا أننا نفكر بعقلانية ومنهجية هل إحنا عندنا حد على أرض الواقع يستطيع أن يدلنا سواء كان من المؤسسات المحلية السورية المؤسسات المحلية في تركيا لشهد داخل السوري أو من مؤسسات المحلية التركية أو حتى كان أموالنا كثيرة مع الحكومة التركية ومؤسساتها لابد يحصل التنصيق ده لكن فيه هجمة كانت غير عادية من كتير جدا متطوعين وأنا كنت بظن أن أحد اللقاءات قلت لهم مش عايزين متطوعين نحن ببقى فيها 80-90 مليون نسمة تركيا بسم الله ما شاء الله مصدر تعليم عالي وكذا وكذا وحتى أخواننا السوريين اللي موجودين مش عايزين إلا ما يكونوا متطوع نوعي دكتور مهندس للإزالة الركام الاكتشاف الأعصار الزلزال حاجاتك والنوعية لكن مش واحد يروح يشير بقى وزعهاك مش عايزينه الاستجابة كانت عالية جدا الحمد لله لكن الحاجة اللي احنا مش عايزين نحسبها إلى الآن اللي هي آثار حجم آثار الضمار في المنطقتين سواء كان في الداخل السوري أو في ال11 ولاية اللي في تركيا دي يعني أنا بادعي أنا رأى خارج وأنا خايف على دول خاصة على الدولة التركية لأن الجزء اللي في سوريا جزء بسيط ده كان حاجة كبيرة جدا فيه لأنه ما فيش مجتمع خوي يستطيع يتعام مع آثار الكارثة في الداخل السوري لكن الضمار اللي في تركيا يخوف يرعب يرعب ويرعب لمدة سنوات مش سهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لا سنوات لعادة سوركية على الوضع ما كانت عليهم من قبل طيب يا شباب لو ما كانش فيه أي أسئلة منكم أو أي تعليقات أو أي شيء فنشكركم ونقولكم جزاكم الله خير على حسن صبركم علي ونراكم إن شاء الله يوم الأحد في الستة مسائم بس بالإنجليش نراكم 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة